الروح الرياضية هي أصل المنافسة وجوهر الرياضة وأساس أخلاقي لكرة القدم في مصر بالأمس فاز الزمالك على الأهلي في نهاية كأس مصر نظم لاعب الزمالك ممرا شرفيا للاعب الأهلي تكريما لهم في لفتة راقية ومعبرة عن الروح الرياضية ولكن مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ كان له رأي آخر فلم يعبر داخل الممر الشرفي تجاهل مصافحة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور في لقطة افتقدت لأبسط معاني الروح الرياضية كان يمكن أن ينتهي المشهد عند هذا الحد أو أن نكمل الحديث عن الروح الرياضية التي غابت عن سيد عبد الحفيظ ولكن مرتضى منصور أبى إلا وأن يكون هو محور الحديث وأساس الحكاية سيد عبد الحفيظ من الإخوان المسلمين ولا أدري كيف تسكت الدولة عنه حتى الآن هكذا قال مرتضى منصور في عودة إلى أسلوب التحريض الرخيص الذي يعرفه مرتضى جيدا كما يعرف طريقه دائما إلى رئاسة نادي الزمالك مرتضى منصور رجل كل العصور وبوق الأنظمة صليث اللسان الخائض في أعراض الجميع المتجاوز في حق أي مخالف له في الرأي المحرد دائما ضد الآخرين الذي يعرف في كل مرة كيف ينجو بنفسه من كل مشكلة قضائية ثم يعود مرة أخرى إلى سيرته الأولى تجاهل سيد عبد الحفيظ الممر الشرفي هو تصرف غير أخلاقي غابت عنه الروح الرياضية ولكن تحريض مرتضى منصور ضد عبد الحفيظ اتهامه بالانتماء للإخوان المسلمين ودعوة النظام إلى التنكيل به هو تصرف حقير وجريمة متكاملة الأركان ربما تنتهي بسجن عبد الحفيظ أو اعتقاله لو استقبل النظام تحريض مرتضى بصدر رحب الرياضة المصرية لن تكون بخير أبدا ولن تدوم فيها روح رياضية طالما ظل أمثال مرتضى منصور في صدارة المشهد دون عقاب أو محاسبة ترجمة نانسي قنقر